موسيقى طابط أوقاتكم حلقة جديدة من مدار الغد انتخابات عامة في المغرب منافسة حامية للإسلام السياسي رغم حملة انتخابات فاترة موسيقى وبعد عشرية العدالة والتنمية المغاربة يحددون الخط السياسي لحكومة المقبلة موسيقى ينتظر المغرب بفارغ الصبر نتائج الانتخابات التي ستحدد مستقبل طيار الإسلام السياسي في رئاسة الحكومة وتحدد اختيار الشارع المغربي لسنوات بلاده المقبلة فحزب العدالة والتنمية وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات 2011 ومنذ ذلك الحين وهو على رأس الحكومة وتضم الحكومة الحالية خمسة أحزاب هي حزب العدالة والتنمية ويضم 125 نائباً والتجمع الوطني للأحرار وله 37 نائباً والحركة الشعبية ب27 نائباً والاتحاد الدستوري ب23 نائباً والاتحاد الاشتراكي وله 20 نائباً وينص الفصل السابع والأربعون من الدستور على أن الملك هو من يعين رئيس الحكومة من حزب الأغلبية كما أنه يعين أعضاء الحكومة ولكن باقتراح من رئيسها وثم تواحد وثلاثون حزباً يتنافسون في هذه الانتخابات من بينهم حزبان يمثلان كتلة المعارضة هما حزب الأصالة والمعاصرة ويمتلك 102 من المقاعد وحزب الاستقلال وله 46 نائباً وتشهد الانتخابات هذه المرة نمطاً جديداً لاحتساب ما يعرف بالقاسم الانتخابي اعتماداً على عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية سواء شاركوا في هذا الاقتراع أم لم يشارك ويعارض حزب العدالة والتنمية هذا النمط الجديد لأنه سيفقده وفق تقديرات مختلفة ما بين 30 إلى 40 مقعداً حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته حينها 125 مقعد ترجمة نانسي قنقر نرحب بضيفينا من الرباط المهدي مزواري عضو المكتب السياسي الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية ونوفل البوعامري المحامي والباحث السياسي أهلاً بكم أبدأ معك سيد مزواري بداية ما الذي يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها مساء الخير وشكراً على الاستضافة أنا أعتقد بأن هذه الانتخابات حقيقةً لعندها مميزات متعددة أولاً السياق التي تنعقد فيه الانتخابات السياق المعروف عالمياً ليطغى عليه الوباء العالمي كوفيد 19 وهنا لا بد أن نحية أن المغرب يعقد انتخابات في وقته القانوني هناك احترام للجدولة الديمقراطية الاستشارات الوطنية بصفة عامة السياق التاني هو سياق كذلك داخلي هو متعلق بالأجندة الوطنية المطروحة على المغرب في المستقبل وهذه الأجندة الوطنية هي متميزة بمشروع تنموي جديد مطروح غداً غداً يعني تسعود شو تنبر أننا يجب أن نبدأ في تنزيلها وفي صناعة المؤسسات التي ستنزلها بطبيعة الحال عبر الاقتراع الذي يجري اليوم وعبر الاستشارة الانتخابية التي كانت اليوم الميزة الثالثة هو أنه اليوم لأول مرة في تاريخ المغرب نعقد ثلاث انتخابات في يوم واحد وهي من بين الإصلاحات الجيدة التي أتت خلال النقاش الديمقراطي والسياسي الذي كان في المؤسسات وكان هناك سياق دولي بطبيعة الحال يخيم بضلاله على المرحلة الراهنة وعلى الاقتراع بصفة العامة وهو التحديات بطبيعة الحال لعند بلدنا المغرب تجاه جيرانه في الشمال وفي الشرق وبطبيعة الحال هو تأكيد وطني بأن المغرب في صحة جيدة ديمقراطيته في مصار تصعدي جيد وبالتالي اليوم رسائل كلها الرسائل بما فيها نسبة المشاركة في هذا الوباء هي رسائل تنعتبرها شخصيا إيجابية وتدفع بالمصار إلى منح إيجابي وتصعدي سيد نوفل البوعامري كثيرون يتوقعون أو يرون أن هذه الانتخابات هي فاصلة ربما هي الأهم في الحياة السياسية الحزبية الحديثة في المغرب لأنها باختصار تحدد مصير طيار الإسلام السياسي في المغرب رغم ذلك كانت الحملة الانتخابية فاترة للغاية وكأنها لم تكن هل لديك تفسير؟ شكرا على الصداطة أعتقد أنه الانتخابات والاستحفاقات التي تجري في اليوم هي تجري في ضروف استثنائية في ضروف العالم كله يعني كل تركيزيه منصب على محاربات كوفيد-19 وعلى محاولة تصدي لمختلف تداعياته الاقتصادية والشماعية وكذلك حتى السياسية في العديد من البلدان المغرب أرضون على أنه باحترامه للأجندة الانتخابية باحترامه للأجندة السياسية وبتنظيمه للاستحفاقات الانتخابية في موعدها المحدد رغم كل التحديات التي طرحت بالنظر إلى الإجراءات الاقترجية الكبيرة التي تم الإعلان عنها نبدأ للعمل الانتخابية ككل منذ encounters الحاملة الانتخابية إلى يوم التصويت إلى الفرز الأصوات التي هي عملية جدًا معقلة بالنظر إلى أنها تجري في ظروف الإجراءات الاقترجية التي تم الإعلان عنها من قرار الدولة البلد يعتقد أنه الفتور الذي تم الحديث عنه قبل قليل وفتور قد يكون ناتج لهذا التدبير لإجراءات إجرازية لكن الفتور الذي شهدناه على مستوى الواقع لأنه كانت لعدة إجراءات وغريبات ملع تجمعات حزبية توزيع القيام بحاملات انتخابية في تجمعات لا تقيل عن 25 شخص على توزيع الأوراق بالبعاية انتخابية لكن أعتقد أنه الجديد في العمل الانتخابي الذي ستمز اليوم هو أن هذا الفتور الذي يمكن أن نكون قد لاحظ ما على مستوى الأرض على مستوى الميدان اسمح لي يا سيد نوفا اسمح لي بالمقاطعة أنت الآن ترجع الأمر برمته فقط إلى كوفيد-19 وهناك من يرى أن ربما الأمور شبه محسومة وأن العدالة والتنمية تعلم تماما أنها لن تستطيع هذه المرة أن تستمر في رئيس الحكومة وبالتالي تحاول أن تبقي على القليل على الأقل لا 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 أعتقد أن العمل الانتخابية جعلتها كأنها محسومة قلت قبل القليل على أن هذا النظر من الفتور الذي قد يكون لوحدة على مستوى العمل الانتخابية في الواقع على مستوى التواصل مع المواطنين بشكل مباشر وزه ديرانية كبيرة على مستوى العملية التواصل على مستوى الرقمي لحيث أن الأحزاب السياسية كلها اليوم جميع المرشحين بدون استثناء سواء على مستوى المحلي أو على مستوى الموطني لجأوا إلى آلية دعاية الرقمية التي كانت محددة كبيرة في الحمد في الخبير الحالية ومكنت مختلف الأحزاب السياسية ومكنت مختلف المرشحين من التواصل مع المواطنين مع المغاربة في بيوتهم من خلال آليات الرقمية من خلال وسائل التواصل الشمائي من خلال مواقع إيلترونية الإخبارية التي نضمت عدة لقاءات مفتوحة مع مختلف مرشحين مع مختلف القيادات الحزبية من خلال كذلك وسائل الإعلام الرسمية التي نضمت طيلة الحمد انتخابية لقاءات مفتوحة مع مختلف الأحزاب السياسية بالتالي أعتقد أن القول بكون هنا كان هناك فتور لا تأكسه كذلك حتى الأرقام التي تم الإعلان عنها على الساعة الخاليسة سجلت مشاركة 60% وأعتقد أنه توقعات كلها تشير إلى أنه ستقارب بالنسبة للمشاركة 44 إلى 47% وأعتقد أن هذا المعدل هو معدل عادي مقارنة مع انتخابات دي الأفرين 11 مقارنة مع انتخابات دي الأفرين 11 في ديلة الضرورة الكبيرة التي شاهدنا فيما يتعلق بكون الأملية السياسة وكأنها محصومة أعتقد أنه الذي تابع الانتخابات والذي تابع المجهود الكبير الذي قامت به مختلف الأحزاب السياسية أعتقد أنه من الصعب القول على أن العدالة والتنمية يعني النتائج كانت محصوبة لصالح جهة معينة لدى العدالة والتنمية الخطور دي الأفرين المتعلق بالعدالة والتنمية ولا راجع قد يكون راجع ابقى معنا سيد نوفا سنعود إليك لو تكرمت ابقى معنا يا سيد مزواري الآن في 2011 استطاعت العدالة والتنمية أن تصل إلى مبتغاها إلى الحلم إلى الحكم إلى رئاسة الحكومة في 2016 كذلك استطاعت أن تحافظ على مكتسباتها في 2021 هل ستصمد العدالة والتنمية برأيك؟ شوفي أقم محمد أنا عندي تحليل واقعي وبسيط التناوب هو من بين ركائز العملية الديمقراطية واليوم حقيقة أنا تبع تحت الأخبار والرابورتاج الذي عملتم قبل البرنامج هي مسألة متعلقة بالميكانيزمات الديمقراطية الأشياء غير محسومة وأنا أتفق مع نوفل لأنه المغرب هو عمل استشارات شعبية عمل انتخابات والنتيجة هي النتيجة التي سيعطيه صندوق الاقتراع موضوع القاسم الانتخابي إلى باقي هناك من يعيد التكرار الكلام فيه ففقط لهو اعتباره أصل تجاري للاحتجاج والبكاء على النتائج التي ستأتي إحنا منطق الديمقراطي أفرز ما أفرزه في التقنية الانتخابية ولكن هناك إحساس عام بأنه المغاربة يريدون المرورة لشيء آخر وبالتالي إحنا كحزب طرحنا شعار تناوب جديد لأن بلدنا محتاج إلى تناوب جديد إلى نخب جديدة إلى أفكار جديدة إلى قيادات جديدة لأن بلدنا عند رهانات وعند تعديات ومحتاجة أن تمر إلى سرعة جديدة في التنمية نعتقد وبكل مسؤولية أن هذه الأجندة الموضوعة على الطاولة اليوم الوطنية لا يستطيع حزب العدل والتنمية أن يكون محركا لها لعدد كبير من الاعتبارات الموضوعية لذلك نحن نؤمن بهذا المعتب ونؤمن كذلك بأن التغيير سيأتي من صندوق الاقتراع القرار السياسي الوطني اليوم ليس قراراً فوقياً كما يقع في عدد من الدول هو قرار ديمقراطي والمواطنين أعتقد لكي لا أسبق الأحداث أنهم أنا أقوم بهذا التحليل انطلاقاً من النقاش الذي كان خلال طيلة الأيام على الأقل أيام الحملة مع المواطنين في المغرب كامل ما يصلون من مرشحنا المغاربة يريدون المرورة إلى شيء جديد ونحن في الحزب طرحنا شعاراً واضحاً وهو المغرب أولاً لأن التحدي الكبير هو أن يفوز المغرب ليس أن يفوز فلان أو علان ولذلك ليفوز المغرب هناك شروط جديدة هناك مقتضايا جديدة هناك أفق جديد يجب أن يصنعه هذه الليلة عبر صندوق الاقتراع طيب كذلك ينضم علينا من الرباط أيضاً دكتور عبدالعلي حام الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أهلاً بك معنا دكتور عبدالعلي هل نستطيع أن نقول أن هذه الانتخابات يتنافس بها فعلاً أحزاب لديها برامج سياسية مسبقة يصلح تنفيذها على الواقع بطبيعة الحال الانتخابات التي ستجري التي جرت في المغرب اليوم هي سوف تحسم التنافس الجاري بين مجموعة أحزاب سياسية لها برامج سياسية تتقاطع في بعض النقاط وتختلف في نقاط أخرى هناك من يغلوب على برنامج اللمسة الاجتماعية هناك من يغلوب اللمسة الليبرالية هناك من يغلب تدخل الدولة هناك من يعطي الأولوية للمبادرة الحرة في النهاية نحن أمام بالفعل تنافس بين برامج إلى أي حد هناك قناعات راصخة بهذه البرامج لدى الأحزاب السياسية هذا موضوع آخر لكن في النهاية هناك تنافس بالفعل بين أساليب مختلفة في العمل السياسي وبين مدارس مختلفة لكن اسمح لي يا دكتور عبد العلي يعني معلوم أن النخب العربي إلى حد كبير ربما لديه ارتباطات أخرى وحسابات أخرى مثلا تحكمه الأهواء السياسية مثلا الأيدولوجيا كذلك تحركه ربما الجهة أو القبيلة أو حتى يعني العائلة والأسرة ربما تحكم عليه أشياء بعينها في اختياراته وهذا هو سؤالي هل تعاني المغرب والانتخابات المغربية من هذه الموروثات في الوطن العربي أم أننا أمام أحزاب لها برامج تمت مناقشتها وبالتالي من سيجتاز هذه الانتخابات سينفذ بنا مجهوه هناك فرق بين البرامج التي تقدمها الأحزاب السياسية وبين السلوك الانتخابي للمواطن السلوك الانتخابي للمواطن بالفعل هو يتأثر بالانتماء القبلي يتأثر بخدمات القرب أكثر يتأثر بالبعد الإيديولوجي في بعض الأحيان يتأثر أيضا بالمال والملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك استخدام مكتف من طرف بعض الأحزاب السياسية للمال من أجل استمالة الناخبين وهناك شكاوي متعددة من أحزاب سياسية متعددة على أن المال الانتخابي أصبح له ضور كبير في استمالة الناخب ولا سيما في القرى وفي البوادي حيث تكثر الحاجة ويكثر الفقر ويكثر التهبيش والحرمان وأيضا ضعف الوعي السياسي لدى الناخب في العالم القراوي كل ذلك عوامل تدفع التصويت أو السلوك الانتخابي محدداته ليست هي برامج الأحزاب السياسية رغم أنه قد يكون داخل هذه البرامج أفكار متطورة ومتقدمة لكن لا يتم الالتفات إليها في الغالب ويكون المحدد في السلوك الانتخابي هو الحصيلة التي قدمها الناخ المنتخب سواء كان محليا أو جهويا أو حكوميا أو برلمانيا وبالدرجة الثانية المال وأيضا درجة تأثير بالدعاية السياسية وبالخطاب السياسي المتبع في الساحة طيب سيد نوفل أبو عامري يعني بشكل عام يا سيد نوفل ما هي مطالب المغاربة من الحكومة المقبلة؟ تسمعني سيد نوفل؟ طيب سيد مزواري هل نستطيع أن ثمة مطالب بعينها على الحكومة القادمة أن تلبيها لناخبها أي ما كانت شكل هذه الحكومة أو التوجوه السياسي؟ هي مطالب غير جديدة بطبيعة الحال هي مطالب المغاربة منذ زمن بعيد لأنه أعتقد أنه بلدنا ما زالت في مصارات للتأهيل وبطبيعة الحال هناك نقائص وهناك فشل للسياسات العمومية منذ أمد بعيد حقيقة المغرب تنقصه أشياء كثيرة رغم أنه تقدمها في أشياء أخرى وبالتالي هناك مطالب عندها بالأساس عمق اجتماعي وهي تعتبر من بين الأمراض الكبيرة التي يعني منها النسيج الوطني كالصحة، كالتعليم كالقضايا الاجتماعية قضايا المرأة، قضايا الشباب أعداد من القضايا التي تطرح في أجندة كل حكومة تأتي وبالتالي الإصلاح هو دائما متروح والمرور إلى سرعة جديدة في الإصلاح بطبيعة حال هي متروحة لذلك المغاربة عندهم أولويات يطرحونها على الحكومات لذلك هم مدعوون إلى الخروج للتصويت في الانتخابات لاختيار أغلبيات أو لاختيار أحزاب ستشكل ائتلافا حكوميا في المغرب لكن المطالب هي مطالب عند علاقة بمعيش اليومي عند علاقة بكرامتهم عند علاقة بمستقبل أبنائهم وهي المطالب طبعا الحال الموجودة في جميع دول العالم مع تفوت في درجات المطلب وفي درجات تلبية الحاجة وبالتالي المطالب موجودة وأنا قلت في الأول بأنه بلدنا اليوم عنده واحد الأجندة تنموية موضوعة حضيت بنقاش على أي حال مهم لدى النخب والأحزاب والنقابات والجمعيات وجزء من المواطنين وبالتالي هناك طريق جديد يجب أجمعين أن ننجح فيه هو طريق تنزيل مشروع تنموي جديد في أبعاده المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والبعاد الهوية وحتى أبعاده الديمقراطية بطبيعة الحال لأنه نعتبر نحن في الاتحاد الشتراكي أن المغرب إذا أراد أن ينجح في المرور إلى مرحلة جديدة يجب أن ينجح أولا في تدبير القطائع الضروري التي تجعل بلادنا قادرة غدا على مواجهة الصعاب والمشاكل سيد نوفل البوعامري الآن تسمعوني أسمعكم طيب أنت سيد نوفل كباحث سياسي في المقام الأول كيف تقيم نسبة المشاركة في هذه الانتخابة؟ أعتقد أنه نسبة المشاركة الحالية حسب ما تم الإعلان عنه أنه كانت 30% على الساعة الخامسة وأعتقد أنه كما قلت قلنا قليلا مختلف توقعات تشير لأنها قد تصل إلى ما بين 42% إلى 47% على حسب كوة المشاركة في الساعتين الأخيرتين المشاركة الانتخابية ونسبة المشاركة الانتخابية أعتقد أنه بالنظر للغروف العامة التي تجرى فيها انتخابات متعلقة بالتحديات مرتبطة بالكوفيد تعتاج بأجراءات احترازية التي واكبت هذه العملية بإصابة العديد من المواطنين بالكوفيد تعتاج دخول عديد منهم أعتقد أنه النسبة الحالية هي نسبة جد واقعية وجد معقولة وتؤكد على كون العملية انتخابية جرد في جو من الاتقاءة المواطنين في هذه العملية انتخابية ومن مشاركة واسعة بالمغاربة في هذه الاستحقاقات سواء على مستوى للترشيح أو على مستوى للتصوير لذلك نسبة مشاركة ونحن نصدر إلى أنها بشكل رسمي ستعكس كل هذا الوضع العام الذي يمر منها المغرب والعالم ككل وستعكس كذلك حتى الأجواء السياسية التي معرض فيها هذه الانتخابات والحدة التقاطبات التي جرت بين الانتخابات وأثناء الحمل الانتخابية والأسئلة التي طرحت أثناء الحمل الانتخابية خاصة على مستوى المشاريع السياسية وعلى مستوى الأسئلة المقلقة التي ظل المواطن المغربي يطرحها خاصة منذ كوبيد الثعاطاش إلى الآن لأنه السؤال اليوم المطروح من طرف المغرب حول مستقبل المغرب وبحول المستقبلهم خاصة الشماعي هناك اليوم أسئلة مقلقة تتعلق بتداعيات كوبيد تحتاج اقتصاديas تداعيات كوبيد تحتاج الإجتماعي تداعيات كوبيد تحتاج على الطبقة المتوسطة تداعيات الكورونا على الفئات الهشة الفئات الفقيرة المحرومة. السدعيات الكورونا على مستوى الاقتصاد الغير المهيكل وكذلك حتى على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة كل هذه الأسئلة جزء من الإجابة عنها قد تضمنها مشروع تنموي جديد. لكن جزء آخر واللي هو أساسي ومكمل لهذا المشروع التنموي جديد. طرحة ومطروح في مختلف برامج السياسية. أشكر. وتتحدد ملامح للفترة المقبلة فور إعلان نتائج الانتخابات المقبلة طيب. ابقى معنا سيد نوفا لو تكرم. سنعود إليك ابقى معنا لو تكرم. دكتور عبد العالي إلى أي مدى نستطيع أن نقول إن السياسة الخارجية للمغرب ستتأثر بنتيجة هذه الانتخابات بالفعل السياسة الخارجية للمغرب هي محتاجة بشكل كبير إلى تقوية الصف الداخلي ومحتاجة إلى مؤسسات تمتيلية ذات مصداقية وتحظى بمقبولية شعبية كبيرة على اعتبار أن التحديات التي يواجهها المغرب سواء على مستوى الجوار أو على مستوى الجوار سواء الشرقي أو الجوار الشمالي هي تحديات صعبة بالإضافة إلى الأدوار الإقليمية التي فرضت على المغرب أن يقوم بها أزمة ليبيا على سبيل المثال الخلاف الخليجي الخليجي القضية الفلسطينية طبعا تدبير الجوار الصعب مع الجزائة تدبير الجوار مع إسبانيا تدبير بعض الخلافات مع أوروبا التحديات المرتبطة بالآمن بالهجرة بالتجار في البشر إلى غير ذلك من التحديات التي تقتضي من المغرب أن يتوفر على مؤسسات قوية تعزز مكانة الدولة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ولذلك أنا أعتقد بأنه كلما أفرزت هذه الانتخابات مؤسسات قوية تتمتع بمصداقية أو بمقبولية شعبية كلما ذلك عزز من موقع المغرب اليوم على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي وعزز من قوة وأداء وفعالية السياسة الخارجية التي أتبذت بالفعل أنها اليوم في مستوى التحديات ولاحظنا كيف أن المغرب نجح في تدبير الكثير من الأزمات ليس فقط على مستوى الجوار ولكن أيضا حتى على المستوى العربي الطريقة التي تم التعامل بها مع الأزمة اليمنية الطريقة التي تم التعامل بها مع الأزمة الخارجية طريقة التعامل مع إسبانيا التي كانت لديها مواقف سلبية تجاه القضية الوطنية والآن هناك استعداد للحوار مع المغرب على أرضية القواعد التي وضعتها السياسة الخارجية المغربية أيضا سياسة اليد الممدودة تجاه الجار الجزائري رغم التحرشات المستمرة من طرف الجزائر تجاه المغرب هذه كلها معطيات أعتقد بأنها تتطلب مؤسسات قوية نابعة من اختيار شعر لكن عفوا يا دكتور عبد العلي هل تعتقد أن الحكومة المقبلة هي مسؤولة عن كل هذه الملفات؟ طبعا السياسة الخارجية معروفة في المغرب بأنها سياسة يقودها جلالة الملك فهو الملات الأسمالي للدولة وبصمات القصر على مستوى السياسة الخارجية هي بصمات واضحة ولكن مؤسسة الحكومة والبرلمان هي لها أدوار مساعدة ولها أدوار أيضا تضمن فعالية الرؤية الاستراتيجية التي تضع من طرف جلالة الملك في النهاية وبالتالي كلما كانت لدينا كما قلت مؤسسات مصداقية يعني ذات مصداقية فإن ذلك يعزز موقع المغرب على المستوى الدولي لمواجهة تحرشات التي يتعرض لها من حل آخر من طرف عدد ميناء الدول طيب ابقوا معنا ديوفنا الكرام لأننا سنناقش أيضا في مدار الغد بعد الفاصل بعد عشرية العدالة والتنمية المغاربة يحددون الخط السياسي للحكومة المقبلة أهلا بكم من جديد في مدار الغد إذن قبل عشر سنوات وجد حزب العدالة والتنمية طريقا ممهدا لرئاسة الحكومة وتولى المسئولية مرتين في البلاد لكنه الآن وبحسب مراقبين يواجه ما هو أكبر من خطر خسارة بعض المقاعد في البرلمان الجديد وهنا تحديدا السؤال هل يجب علينا أن نفصل انتخابات المغرب عن رفض شعبي واجهته طيارات الإسلام السياسي في المحيط العربي أم أن ما حدث في تونس مثلا له صدى داخل المغرب نجدد ترحيبنا بضيوفنا من الرباط الدكتور عبدالعلي حامدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس والسيد المهدي مزواري عضو المكتب السياسي لاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية والسيد نوفل البوعامري المحامي والباحث السياسي أهلا بكم مجددا يعني سيد مزواري ربما هنا هو السؤال الأهم هل ما حدث في تونس من رفض شعبي للإسلام السياسي له صدى في المغرب أعتقد أنه بلادنا تشكل الاستثناء إلى حد بعيد في المنطقة العربية بسافة عامة لأن التأثير الذي وقع في المناطق العربية بخصوص الأحزاب الإسلامية التي كانت مسؤولة في فترة من الفترات والظروف التي وقعت هناك أعتقد أن بلادنا منذ 2011 اختارت الخيار الديمقراطي كركيزة من ركائز الدستور المغربي أولا واختارت الاستشارة الشعبية والتعبير الحور للمواطنين هو الذي سيخلق الأحزاب أو البنيات أو النخب التي ستقود الحكومات لذلك أعتقد أنه لا مجال للمقارنة بين تجربة المغربية كما بنيت منذ زمن طويل ليس فقط منذ الربيع بين قوسين ديمقراطي بنيت منذ بداية تسعينة على الأقل مع الفتاح السياسي والتناوب التوافقي وبنينا على تراكم إيجابي لمستقبل لذلك نحن في المغرب ليس لدينا هذا المنطق على الأقل في مقارنة تجربتنا مع تجارب أخرى أولا تانيا أعتقد أنه هذا الخيار الديمقراطي يفرض علينا نحن كديمقراطيين طبيعة الحال أن ننتظر حكم صناديق الاقتراع طبيعة الحال صناديق الاقتراع هي من أعطت للعدل والتنمية 2011 و2016 أن تكون على رأس الأحزاب المتصدرة للنتائج وبالتالي تفعيلا لمبدأ دستوري وهو الفصل 47 أعتقد أنه المغرب نحقق أولا استثناء باحترامنا لمقتضايا الدستور تانيا هناك الاقتراع الذي سيؤكد اليوم بعد ساعات قليلة من سيحتل المرتبة الأولى لأنه في المغرب هناك اعتقاد وطني من جميع الأطراف وعلى رأسها بطبيعة الحال قيادة البلاد بأنه صندوق الاقتراع والذي يفرز الحكومات بطبيعة الحال وبالتالي إذا كان هناك من تغيير فأعتقده تغيير يتجه عبر مبدأ ديمقراطي طبيعي جدا الذي هو التناوب بطبيعة الحال ليس بأي مقارنة كانت مع أي بلد أو قطر عربي كان طيب سيد نوفل حزب العدالة والتنمية قضى عشر سنوات في السلطة في المغرب بعد هذه العشرية هل تعتقد أنه ربح من هذه التجربة من هذه العشرية أم ربما خسر؟ هو أولا من ناحية الانتخابية يمكن انتظار نتائج اقترار للإعلان رسميا حول النتائج وإن كانت عدة مؤشرات تقول على أن العدالة والتنمية قد لا يخوز في المقعد الأول لعدة اعتبارات لكن أعتقد على أنه العدالة والتنمية في هذه الاستحقاقات وفي غيرها من الاستحقاقات قد فاز ومعه قد فازت ديمقراطية في بلادنا عملية الإدماج التدريجي الذي تمت للعدالة والتنمية منذ سبعة وثنين على الأقل إلى الآن داخل مشهد سياسي وداخل مؤسسات منتخبة وداخل عملية ديمقراطية ككل أعتقد على أنها قد تكون قد تهمت في دفع العدالة والتنمية إلى تغيير خطابها وإلى دخولها إلى اللعبة الديمقراطية بشكل تدريجي وإلى قبول بها وإلى وجودها اليوم كحزب سياسي قائم ذات يشارك العملية السياسية له منتخبوه في المؤسسات المتخبة على السعيد المحلي والوطني وأعتقد على أن هذا المنطق الذي تم منذ سبعة وثنين إلى الآن بالضروف التي أجريت في انتخابات سنة 2011 ثم بعد سنة 2016 التي بوأت العدالة والتنمية لولايتين متسالية وبوأت العدالة والتنمية المرتبة الأولى أعتقد على أنه اليوم قد نصل إلى تداول جديد يمكن قوله إلى تداول جديد على السلطة وأعتقد أنه هذه هي ميزة العملية السياسية في المغرب وهذا هو ميزة وقوة الاختيار ما الذي تعني بتداول جديد يا سيد نوفل تداول جديد هو تداول على الحكم 12 سنة من الحكم العدالة والتنمية للحكومة المغربية 12 حكم لنفس الحزب أعتقد على أنه وجود حزب آخر على مستوى الحكومة وجود المشهد السياسي تغير على مستوى المشهد السياسي تغير على مستوى نتائج يقترى أعتقد على أنه يعطي انطباعة على أنه سندخل إلى تداول تلمي وتداول ديمقراطي مؤسس على نتائج سناديك اقترى وهذه العملية دي كلها الرابح منها هو الديمقراطية وهو السيار الديمقراطي الذي أصبح طيب ابقى معنا سيدنا ابقى معنا لو تكرم ابقى معنا طيب يا دكتور عبد العلي إذن إذا ما كان المغرب مقبل على التغيير في هذه الانتخابات برأيك ما هي الأسباب هل هو نجاح من الأحزاب الأخرى أم إخفاق من العدالة والتنمية أولا ينبغي الإشارة بالفعل إلى الوضعية الستثنائية للمغرب بالمقارنة مع دول المشرق ليس فقط فيما يتعلق بحالة حزب العدالة والتنمية المنحدر من الحركة الإسلامية ولكن أيضا حتى فيما يتعلق باليسار حتى اليسار المغربي حينما كانت تقافة حزب البعث مثلا هي السائدة على المستوى القومي العربي فإن اليسار المغربي حافظ على خصوصيته وحافظ على مواقفه التي تميزه عن باقي اليسار وكانت مواقفه وطنية أكثر من مواقف أحزاب سياسية أخرى نفس الأمر يمكن أن يقال على حزب العدالة والتنمية فرغم وحدة المرجعية مع أحزاب وحركات إسلامية في المشرق فإن اجتهاداته سواء على المستوى النظري أو على مستوى أسلوبه وقبوله في اشتغال داخل المؤسسات وقبوله بقواعد العملية السياسية في المغرب فهو مختلف بالإضافة بالحال إلى الخصوصية التي تفرضها طبيعة الدولة في المغرب التي لها تقاليد عريقة وأيضا طبيعة النظام السياسي المغربي كل ذلك يجعل أن هناك نوع من تبيئة إذا شئتم الخطاب وتبيئة البرامج وتبيئة المواقف حسب الخصوصية المغربية ولذلك أن أتصور فإن حزب العدلة والتنمية الذي قاد تجربتين حكوميتين كان هذا تتويج لمصار طبيعي على عكس ما حصل في المشرق حيث أنه في المشرق طورات ما يسمى بالربيع العربي التي أتت بجماعة الإخواء المسلمين مثلا في مصر أو في حركة النهضة في تونس في المغرب لا كان هذا تتويج لعمل تراكمي 18 سنة من العمل داخل مؤسسة البرلمان فكانت قيادة الحكومة لمرتين طبعا لم يكن حزب العدلة والتنمية يحكم لوحده حزب العدلة والتنمية كان يترأس الحكومة إلى جانب أحزاب سياسية أخرى وإلى جانب أيضا كتلة التكنقراط طيب اسمح لي يا دكتور عبد العلي هنا نقطة مهمة اسمح لي إذا ما أردنا أن نؤصل لهذا الأمر فأقول لحدتك مثلا أن العدلة والتنمية حزب قديم ليس بالحزب الجديد في المغرب يعني هو أنشي في السبعة وستين يعني عمره أربعة وخمسون عاما مثلا منهم أربعة وأربعون عاما في المعارضة وفي 2011 مع تبعات ما يعرف بالربيع العربي واجد لنفسه طريقا ممهدا ليصل إلى الحلم وصل بالفعل إلى السلطة إلى رئاسة الحكومة الآن هناك من يتحدث عن تغيير هل هو تغيير أم إخفاق؟ هذا هو سؤالي هو أربعة وارفعين سنة ليست كلها في المعارضة إذا أرخت لبداية الحزب منذ سنة سبعة وستين في سبعة وستين الدكتور الخطيب رحمه الله كان عضوا في الحكومة أنداك وكان وزيرا مكلف بالشؤون الإفريقية كما ترأس البرلمان المغربي قبل ذلك لكن بعد فترة قرر مقاطعة الانتخابات ثم أعاد بناء الحزب من جديد حينما دخل شباب الحركة الإسلامية للحزب في سنة 1996 طبعا منذ تلك الفترة كان في المعارضة لكنها معارضة مؤسساتية أي معارضة من داخل البرلمان فإذا هو لديه تجربة برلمانية طويلة لمدة ثلاثة ولاية قبل أن يدخل إلى الحكومة نعم لم يشارك في الحكومة قبل يعني بين الستينيات والسبعينيات نعم والتسعينيات لم يشارك تقريبا لمدة 28 سنة لكن بعد ذلك وطبعا هي حتى إذا قررنا مع الاتحاد شركي مثلاً أربعين سنة في المعارضة قبل أن يصبح في الحكومة على عهد تناوب دي الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي فإذا هناك مصار طبيعي في المغرب مصار طبيعي على عكس ما حصل في دول أخرى هذا ما أريد أن أصل إليه واليوم بطبيعة الحال الكلمة سوف تكون للناخب المغربي صحيح ولازالت الأمور غير واضحة حتى الذين يريدون أن يصبقوا الأمور أنا أعتقد بأنه هناك اليوم ثلاثة أو أربعة أحزاب سياسية تنافس على الرتبة الأولى وسيتأكد ذلك بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن طيب سيد مزواري عادة حلم أي حزب أن يصل إلى السلطة أن يشكل حكومة وإن لم يكن ذلك هو هدف أي حزب فلا فائدة من وجود هذا الحزب في الأساس العدالة والتنمية وصلت إلى مبتغاها إذا لم تستطع أن تحافظ على ما هي عليه فما هي الأسباب برأيك؟ ما الذي سيجعلها تخسر هذه المرة لانتخابات؟ المغاربة عموما بعد هذا النوع من الاستشارات وبعد هذا النوع من الأزمنة أولا يجب الإشارة بأنه حزب العدالة والتنمية هو الحزب عملياً الوحيد في المغرب الذي تمكن من أن يكون قائداً للحكومة في ولايتين متتابعتين صحيح هذه لم تحصل نهائياً على الأقل في زمن معتبر من الآن طبيعي الحال ولذلك الأهمية دي الاعتقاد والأهمية دي القناع الوطنية بأنه اليوم القرار العمومي هو قرار يجب أن ينبع من صندوق الاقتراع طبيعي جداً في جميع الديمقراطيات في العالم أن يصيب حزباً ما بطبيعة الحال بفعلي الحكومة والتدبير اليومي وبعض الإخفاقات في عدد من الملفات وعدم تلبية بعض المطالب وهي أشياء تقع في الديمقراطية حتى في أمريكا حتى في فرنسا أن يكون هناك طموح إلى التغيير أو إلى التناوب على التدبير كي لا قوله على السلطة وهذا كان يعتبر شيء طبيعي جداً وما يمكن إلا أنه يدفع إيجابياً ديمقراطيتنا الهشة لكي تكون في مصار تصاعد من البناء بطبيع الحال هذا هو الأهم بالنسبة لنا اليوم في المغرب وأن الأشياء كلها تتم بالتوافق وبالاتفاق والاحتدام موجود بطبيعة الحال والطموح موجود والتدفع الفكري والبرنامجي والسياسي موجود لكن جميعنا نحتكم إلى صندوق الاقتراع وجميعنا نحتكم إلى قرار المواطنين الذين توجهوا اليوم في ظروف صعبة إلى صندوق الاقتراع في ظروف الجائعة في ظروف نفسية واجتماعية صعبة لذلك أعتبر بكل مسؤولية أنه الوصول إلى 42 أو 43% من نسب المشاركة هو مجهود وطني يشكر عليه المغاربة في هذه الظروف التي يعيشوا على المغرب وهي ظروف جيراننا غير هذه الظروف لم يتمكنوا من الوصول حتى إلى 20% من نسب المشاركة أعتقد بأنه نحن مطمئنون لتجربتنا مطمئنون رغم النقائص ورغم المشاكل ورغم تسجيل بعض الحالات الإخوان تتكلم عنها قبل قليل ولكن أعتقد أنه في المحصلة العامة تقوية الديمقراطية من تقوية البلد ونمتفق مع الدكتور عبد العالي في أنه بلدنا احتفت ديبلوماسية احتفت تفاوض احتفت النقاش الدولي محتاجة إلى قيادة بطبيعة الحال التي تدبر الملف ولكن محتاجة إلى نخب منتخبا لأن الديبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية للجماعات المحلية والجهات هي ديبلوماسية كذلك أساسية لنجاح أولا الاستحقاقات الوطنية والملفات الكبرى ثم لتقوية البعد التنموي الوطني طيب لكنك يا سيد مزواري لا ترى أخطاء وقعت فيها العدالة والتنمية في عشر سنوات من السلطة لا أرى أخطاء لا هي هذا هو سؤال نحن شاركنا في الاتلاف الحكومي الثاني مع الدكتور سعد الدين العتماني شاركنا بناء على التصور وبرنامج هذا والمؤطر الذي كان بيننا رغم الاختلاف الحاصل بين توجهينا بطبيعة الحال إضافة إلى أحزاب أخرى وإلى شخصيات غير منتمية إلى حزب هناك أخطاء طبيعي الحال نسجلها في كل لحظة في كل مرة وهذا هو الإيجابية للنقاش الوطني ما هي هذه الأخطاء وهذا حاصل منذ تجربة الأولى لحكومة العدالة والتنمية هو تجميل العمل بالدستور الجديد هو عدم تأويل ديمقراطي الحاداتي المتقدم للدستور هو عدد من الأشياء التي وعد بها الناس ولم تلبى هو عدد من القضايا الخلافية في واحد العدد من المجالات التي بطبيعة الحال من الطبيعة المحافظة للحزب لا تجدوا طريقها إلى التحقيق هناك قضايا متعددة طرحناها نحن في إيبانيا سواء عندما كنا في المعارضة في حكومة السيد عبدالله بن كيران أو حتى عندما كنا مشاركين في الاتلاف الحكومي الحالي بقيادة الدكتور سعد ديل عتماني نحن نطرح الأشياء بكل مسؤولية وهذه وظيفة الأحزاب السياسية رغم أنك في توافق لكن نعتبره أنه كان بيننا المؤثر الذي هو البرنامج الحكومي طبيعي الحال وبقعت هزات ومشاكيل واختلافات داخل هذه التجربة الأخيرة طبيعي الحال مع الإخوان في حزب العدالة والتنمية طيب سيد نوفل البوعامري ما هي التحديات التي تنتظر الحكومة المغربية المقبلة أيما كانت هذه الحكومة داخليا أتحدث أولا طبعا التحدي الأساسي الذي ينتظر الحكومة المقبلة هو تحدي مرتبط بأولا تنزيل المقتضيات التي تضمنها نموذج الموجلي والذي وضع استراتيجية وطنية كبرى من أجل النهود وإعادة النهود الإنسان الوطني وإعادة النهود بالمغرب على مستوى في جانبه الشماعي أعتقد أن هناك تحدي مرتبط في كافية طاعات الحكومة المقبلة مع المخرجات التي تم الإعلان عنها في تقرير النموذج التنموي الجديد جالب الثاني وأعتقد أنه التحدي الثاني وكذلك التحدي الشماعي هو ما يتعلق بكيفية معالجة مختلف الارتدادات السلبية لكورونا على مختلف مستويات أعتقد أنه سنة ونصف من التدوير الإجرائية الاحترازية لكورونا ساهمت في تأثر اقتصاد وطني ساهمت في تأثر العديد من الفئات الشماعية خاصة متوسطة وخاصة التقيرة والهشة منها ساهمت في تأثر العديد من المقاولات ولا ستغرى المتوسطة الجانب الثالث أعتقد أنه جد مهم والذي قد يكون ساهم في إعادة أو في إعطاء محد جديد للصوت الناخب المعربي هو جانب مرتبط بحصيلة الهكومة في ولايتنا على المستوى الشماعي أعتقد أنه عشنا في العشر سنوات الأخيرة إجراءات الشماعية تم تنصيص عليها خارج أو قبل سنة ونصف للتنذير الإجراءات المتعلقة بكورونا لي كلها إجراءات أعتقد أنه كانت إجراءات مست للطبقة المتوسطة ومست الطبقة الفقيرة هذه الإجراءات احترازية سواء فيما يتعلق بصندوق مقاصر سواء فيما يتعلق بتحرير المحروقات سواء فيما يتعلق بارتفاع المهول للأسعار سواء فيما يتعلق بعدم وصول لنسبة النمو الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بداية ولايتها أعتقد أن هذه التحديات الشماعية هي المطروحة اليوم مستقبلا تحدي الأساسي اليوم هو تحدي الشماعي إذا كان المغرب قام سنة 2011 وخلال الصور يوليوز 2011 بتناوب سياسي وبتعاقل سياسي جديد اليوم مع الحكومة التي ستفرز وسنديق افترها ابقى معنا سيد نوفا لو تكرمت ابقى معنا حتى نكون منصفين بعض الشيء في توزيع الوقت على ذيوفي الكرام لو تكرمت يا سيد نوفا ابقى معنا طيب دكتور عبد العلي وماذا عن التحديات الخارجية للحكومة المقبلة طبعا هناك تحديات واضحة بالنسبة للمغرب على المستوى الخارجي أبرز هذه التحديات القضية الوطنية قضية الصحراء المغربية التي عزز المغرب فيها حضوره بشكل قوي وضمن وكسب اعتراف أحد الدول الكبرى وهي الولايات المتحدة الأبريكية وأيضا حقق نجاحات على الأرض بعد تحرير معبر القرقرات الذي كان ممر شريان الحياة الذي ربط المغرب مع إفريقيا وكانت تتحرش به قوات البوليزاريو اليوم لم يعد ممكن أن يقع هذا الأمر بفعل الصرامة التي تعاملت بها القوات المسلحة مع هذا الموضوع أيضا المغرب له دور على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بالوساطة وتدبير الأزمات التي توجد في المنطقة دور المغرب على المستوى الليبي دور أساسي المغرب هو الذي احتضن الحوار بين الفرقاء الليبيين وعلى أساسه تمت بلورة الميتاق الذي أفرز حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا والتي لا زالت تدبر المرحلة الانتقالية المغرب أيضا له دور على الصعيد الإفريقي فهناك تحديات تواجه هذا التعاون يعني جنوب جنوب أو التعاون وأيضا الربط بين إفريقيا وبين أوروبا تحدي طبعا الحفاظ على الاقتصاد الوطني كاقتصاد منافس بالنسبة للدول التي تنافس ولا سيما بأسواقه التقديدية ولا سيما في إفريقيا ونعتقد بأنه تحقق الشيء الكثير في هذه العشر سنوات أو لنقول في العشرين سنة الأخيرة ولكن طموحات المغربية أكبر حتى الطريقة التي تم تدبير بها مثلا جائحة كورونا نجح المغرب في أن يوفر كثير من المستلزمات للوقاية من هذه الجائحة بشكل الذي فشدت فيه مجموعة من الدول ومن بينها التلقيح اليوم في إفريقيا خمسين في المئة من الملقحين في إفريقيا هم مغاربة هذا رقم كبير جدا طيب اسمح لي يا دكتور عبدالعلي اسمح لي يا دكتور عبدالعلي في ثلاثين ثانية لو أمكنك سؤال الأخير لك هل نتوقع أي مفاجآت في هذه الانتخابات؟ أنا في اعتقاد الانتخابات هي المفاجأة إذا لم تكن هناك مفاجأة فمعنى ذلك أنه ليست هناك انتخابات ولذلك إلى حدود ساعة لا يستطيع أحد أن يتكاهن بمن هو الحزب الذي سيفوز بالرتبة الأولى ليست هناك مؤشرات واضحة في هذا الاتجاه أو داك نتذكر انتخابات 2016 كيف كانت توقعات تذهبوا في اتجاه حزب يعني وفرت له كافة الإمكانيات لكن في النهاية المواطنون اختاروا اختيارا آخر ولذلك الانتخابات هي المفاجأة دكتور عبدالعلي حام الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس والسيد المهدي مزواري عضو المكتب السياسي لاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية والسيد نوفل البوعامري المحامي والباحث السياسي كنتم معنا من الرباط العاصمة وشكرا جزيلا لكم إلى هنا انتهت حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها انتخابات عامة في المغرب منافسة حامية للإسلام السياسي رغم حملة انتخابات فاترة بعد عشرية العدالة والتنمية المغاربة يحددون الخط السياسي للحكومة المقبلة نهاية مدار الغد على رأس الساعة وقفة إخبارية فابقوا مع الغد اشتركوا في القناة